وإلى الفن والثقافة حيث سيقدم المغني تشادي ماندوي سليستين ألبومه الجديد في الفترة من السادس حتى السابع من الشهر الجاري ولم يكشف الفنان ماندوي عن تفاصيل عنوان الذي سيحمله ألبومه الجديد والذي سيطرح في الأسواق خلال الأيام القادمة آدم حسن مكاوي والتفاصيل لإكمال هذه السطول الغنائية المتبقية يعتكف المغني منذ سيستين وفريق عمله في إحدى الاستوديوهات لاستكمال تسجيل ألغني ألبومه الجديد بعد أن دخل مرحلة التسجيل التي يوشق على الانتهاء منها ومن المقرر أن يطرح موندوى سليستين ألبومه الجديد في السادس والسابع من هذا الشهر بالمهد الفرنسي منذ سليستين الذي يقضن منذ سنتين في العاصمة العاجية أبيجا والآن في العاصمة أنجمنة ليستعد لإطلاق ألبومه الجديد عدا التكامل版 الخصوانية التي كانت بتصديق في السعر قلنا نجي لهم وفي كومراء قلنا نجي لهم الألبوم الجديد يحوي على 12 أغنية تمثل ثمار عمل سنتين بستوديوهاته ماجيك سيستيم بأبي جان ومن الفن إلى الرياضة حيث نظم مؤخرا حاكم إقليم لجون الشرقي آدم نكو شرف الدين مباراة ودية وذلك تشجيعا منه لرياضة قرة القدم ربا سنبكر هذه المباراة الودية التي نظمها حاكم إقليم اللغون الشرقي آدم نكو شرف الدين تدخل في إطار التعاون المتبادل بين مسؤولي المنطقة مع أولياء أمور التلاميذ بالإقليم وكذا مناسبة دخول الآم الدراسي الجديد حيث بدأت المباراة برقلة الحاكم آدم نكو شرف الدين انطلقت هذه المباراة بين الفريقين بين فريقي أس ليكوت أمام خصمه أس فيترينا بصورة بطيئة لينتهي الشوط العول بنتيجة صفر صفر الشوط الثاني من المباراة حاول اللاعب فريق أس ليكوت التقدم على خصمه بتسجيل الهدف لصاله فريق أس ليكوت في الدقيقة السابعة والخمسين ولم يمضي الكثير من الوقت أضاف اللاعب فريق أس ليكوت الهدف الثاني في الدقائق السابعة والسبعين وبهذه النتيجة انتهت المباراة الودية بين الفريقين وفي نهاية المناسبة نشد حاكم الإقليم آدم نكيشرف الدين على المواطنين بضرورة مساعدة اللاعبين ماديا ومعنويا من أجل تطوير كرة القدم بالمنطقة وبعد نهاية المناسبة تم تتويج فريق أس ليكوت بكأس البطولة للمباراة الودية ترجمة نانسي قنقر